موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ففي ظل الأوضاع المأساوية التي نعيشها في بلادنا الإسلامية ومشاهد الدمار والخراب التي جتاحت بلادنا حتى ذاق أهلها الآلام والأوجاع فأبعد الناس وابتعدوا عن المفاهيم الصحيحة التي جاء بها الإسلام فاختلت الموازين والمفاهيم عند الكثير فكان لا بد من تصحيح المفاهيم التي تسربت إلى الناس بشكل عملي وخطير ورمضان هو الوقت المناسب لهذا التصحيح فمن المفاهيم والمبادئ العظيمة التي جاء بها الإسلام هي عمارة الأرض وهي بالضرورة مرتبطة بعمارة الإنسان فمتى ما صلح الإنسان عمرت الأرض ومتى ما هدمت أخلاق الإنسان انتشر الدمار والخراب في الأرض فالإسلام أيها الأحبة الأفاضل حتى على عمارة الأرض ورعاية الكون ليكون مناسبا للحياة السعيدة المستقرة الآمنة للإنسان لأن الإنسان مستخلف في الأرض ليقوم بإعمارها على الوجه الأكمل الذي يرضي الله عز وجل قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه فالحياة لا تستمر ولا تستقيم إلا بالتعاون والتكاتف بين الناس وهذا ما جاء الشرع الحنيف به فقال تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون وقال أيضا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى فالإسلام يقدم أروع صورة لعمارة الأرض في ظل ثقافة التوحيد لله والاستخلاف للإنسان داخل منظومة التشريعات الإسلامية التي أمر الله تعالى بها من عدل وإنصاف وعدم الظلم وإشاعة مفهوم الأخوة والتعاون والتكاتف بين المجتمع وآيات القرآن الكريم أكدت على أن إعمار الأرض يرتكز على أهم كائن فيها وهو الإنسان فنصت على إعمار النفوس أولا بالإيمان والعدل وعدم الظلم لأنه الأساس الذي ينبني عليه إعمار الأرض ولا يمكن أن نؤسس لحضارة إنسانية ومجتمع متآلف متعاون مزدهر إلا بإعمار وتزكية الجانب الخلقي والإنساني قال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأخطر تهديد على الأرض وعمارتها واستمرار الحياة الطبيعية الهانئة فيها هو الإنسان عندما ينهدم بنيانه الخلقي فيعيث في الأرض فسادا ويسفك دماء الآخرين وقد استشعرت ملائكة الرحمن هذا الخطر في حوارها عن الأرض وخليفتها فقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ففساد الإنسان وإفساده في الأرض هو الخطر الأكبر الذي يهدد الحياة وما نشاهده اليوم في بلادنا وتكالب الأعداء علينا إلا صورة حقيقية مما نقول وقد حذر المولى تعالى من هذه الماحقة المدمرة فقال تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقال أيضا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فحرم إراقة الدماء بغير حق وجرم الاعتداء على جميع الممتلكات الخاصة والعامة لذلك اتخذت الشريعة الإسلامية أشد العقوبات وأقساها ضد المفسدين في الأرض فقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أشد العقوبات التي أوقعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي أقامها على أولئك النفر الذين قتلوا الراعي ومثلوا بجثته وسرقوا الإبل بعد أن أكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآواهم وطببهم لأنهم أفسدوا وأسالوا الدماء ظلما وعدوانا أما من يهدم البيوت على ساكنيها ويقتل الناس ويعذبهم ويتبجح بقتلهم فهؤلاء أعد الله لهم العذاب العظيم لارتكابهم الذنب الكبير فقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أما من يعين على قتلهم أو هلاكهم في غياه بالسجون فهؤلاء قد حرموا من رحمة الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من أعانى على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله فعمارة الأرض وإصلاحها تبدأ بعمارة النفوس وصلاحها فلتكن حياتنا أيها الناس حياة عامرة بالخير مليئة بالبناء الإيماني والبناء الدنيوي ليكون المسلم شعلة نيرة تضيء للآخرين في عتمة الليل وظلامه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة